بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد فلازلنا نقرأ في جواب الاقتصاد في الأعمال لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة وعرفنا أن هذا الجواب مجتمل على عدة أمور وهذه الأمور هي أولا تأصيل قاعدة عظيمة في الشريعة وفي العبادات وهي أنها مبنية على التوسط والاعتدال والأمر الثاني حكم الوفاء بالنذر والأمر الثالث تطبيق ذلك على حال الرجل المسؤول عنه وقد تقدم في اللقاءات السابقة الكلام على هذه الأمور الثلاثة ووقفنا عند أمر رابع يتعلق بقاعدة عظيمة لها صلة بالجواب على السؤال الذي وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهي قاعدة تفاضل الأعمال والسبب الذي جعله يتكلم على هذه القاعدة هو أنه أراد أن يبين أنه ليس إدخال النفس في المشقة سببا لفضل العمل فإن المشقة ليست دليلا على أن هذا العمل من الأعمال الفاضلة ولكن العمل يكون عملا فاضلا إذا تحققت فيه ثلاثة أمور ذكرها رحمه الله في قوله ومما ينبغي أن يعرف أن الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق حتى يكون العمل كلما كان أشق كان أفضل كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل شيء لا ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله فأي العملين كان أحسن وصاحبه أطوع وأتبع كان أفضل فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل هذا الكلام الذي قرره ابن تيمية رحمه الله ذكر فيه ثلاثة أمور تكون سببا لأفضلية العمل تكون سببا لكون العمل عملا فاضلا أو عملا أفضل من غيره وهذه الأمور الثلاثة هي أولا المصلحة المترتبة على العمل فإذا تعارض لدينا عملا أحدهما ليس فيه منفعة والآخر فيه منفعة فلا شك أن العمل الذي فيه منفعة أفضل من العمل الذي لا منفعة فيه وكذلك إذا تعارض لدينا عملا أحدهما فيه منفعة ولكن الآخر أكثر منفعة منه فإن ما كان أكثر منفعة يكون هو الأفضل ولهذا العلماء يقررون قاعدة في هذا الباب وهي أن العمل المتعدية أفضل من العمل القاصر أن العمل المتعد أي الذي يتعدى نفعه أفضل من العمل القاصر ومن أمثلة ذلك صلاة النافلة وطلب العلم فصلاة النافلة فيها منفعة عظيمة لكنها قاصرة على المصلي وأما طلب العلم ففيه منفعة متعدية تشمله وتشمل غيره ولهذا قرر أهل العلم في أظهر الأقوال أن طلب العلم أفضل من صلاة التطوع لأن نفعه متعد وما كان كذلك فإنه يكون أفضل فهذا هو المحدد الأول الذي يبين لنا أفضلية العمل وهو المصلحة المترتبة عليه الأمر الثاني أن يكون العمل موافقا للشرع فإنه يكون أفضل من غيره ولهذا يقرر العلماء قاعدة يذكرها ابن تيمية في مواضع متعددة من كتبه وهو أن ما كان لله أطوع ولرسوله صلى الله عليه وسلم أتبع فهو أفضل فيقول ما كان لله أطوع وكان لرسوله صلى الله عليه وسلم أتبع فإنه يقدم على غيره من الأعمال وهذا هو المحدد الثاني لأفضلية العمل المحدد الثالث لأفضلية العمل ما يحصل به في القلب من الإيمان والخشية والمحبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى فإن العمل الذي يترتب عليه ذلك يكون أفضل من العمل الذي ليس كذا ولهذا لو أن إنساناً لكانت قراءة القرآن تزيد في قلبه الإيمان والإقبال على الله سبحانه وتعالى والخشية منه والمحبة له والرهبة منه وكان الصيام صيام التطوع يشغله عن هذا فلا تحصل له هذه المصالح القلبية فإن الأفضل له أن يشتغل بقراءة القرآن ولهذا بن مسعود رضي الله عنه لكان يقل الصيام فسئل عن ذلك فقال إنه يشغلني عن قراءة القرآن ألا أما من لا يشغله الصيام عن قراءة القرآن ولا يضعف هذه المصالح ألا القلبية في قلبه فإن الأفضل له بلا شك أن يجمع بين المصلحتين مصلحة قراءة القرآن ومصلحة الصيام لأن القاعدة الشرعية أن الجمع بين المصلحتين أفضل من تركهما أو ترك أحدهما وهذا كما قلت إذا حصل تعارض بين المصلحتين أما إذا لم يحصل تعارض بينهما وأمكن الجمع فلا شك أن الجمع لا أفضل وأعظم ثوابا عند الله سبحانه وتعالى وإذا رجعنا إلى كلام ابن تيمية رحمه الله لفإنه يقول ومما ينبغي أن يعرف أن الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق حتى يكون العمل كلما كان أشق كان أفضل كما يحسب كثير من الجهال لأن الأجر على قدر المشقة في كل شيء لا ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته هذا هو الأمر الأول هذا هو المحدد الأول لأفضلية العمل المحدد الثاني ذكره في قوله وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله فأي العملين كان أحسن وصاحبه أطوع يعني لله وأتبع يعني للرسول صلى الله عليه وسلم كان أفضل ثم ذكر المحدد الثالث فقال فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل ومثال هذا لو أن إنسانا إذا صلى ركعتين وأطال فيهما وخشع في القراءة وأخبت لله عز وجل في الركوع والسجود وزاد بذلك إقباله على الله ولم يجد هذا في كثرة الركعات فإن الأفضل له أن يصلي ركعتين بهذه الصفة لأن القاعدة أن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب أثناء العمل وهذه القاعدة أو هذا الأصل الذي ذكره رحمه الله في تفاضل الأعمال في الأمور لا الثلاثة لبين فيه أن العبد إذا دخل في العبادة لا ينبغي له أن يقصد المشقة التي تكون في العبادة ولكنه يقصد العمل الذي يترتب عليه مشقة فإن الشريعة لا تقصد المشقة فالمشقة ليست مقصودة للشريعة وإنما المقصود العمل الذي يترتب عليه مشقة وكثيراً ما يكون الثواب على قدر المشقة لا أنها مقصودة من العمل ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة بمعنى أنه لا يمكن الإتيان بالعمل إلا مع وجود المشقة فكثيراً لما يكون الثواب على العمل على قدر المشقة ليس لأن المشقة مقصودة من العمل ولكن لأن العمل لا يمكن أن يأتي به العبد إلا مع وجود المشقة وبناء على هذا فإن قاعدة الأجر على قدر المشقة ليست على إطلاقها هذه القاعدة التي يحتج بها بعض العباد ليست على إطلاقها وذلك لأن المقصودة ليس المشقة وإنما هو العمل الذي يترتب عليه مشقة الذي يلزم منه مشقة بمعنى أنه لا يمكن أن يؤتى بالعمل إلا مع وجود هذه المشقة وإذا تقرر هذا فالهدف من معرفة تفاضل الأعمال ما هو وبعبارة أخرى ما هي الفائدة من معرفة القاعدة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله وهي قاعدة تفاضل الأعمال والمعايير والمحددات التي ذكرها لتفاضل الأعمال والجواب على ذلك أن فائدة معرفة هذه القاعدة أن الإنسان يفعل ما كان أفضل من أعمال البر التي يقدر عليها وإذا ازدحمت شعب الإيمان والأعمال الصالحة فإنه يفعل ما كان أرضا لله سبحانه وتعالى وأحب له والناس يختلفون في هذا الباب فقد يكون الأفضل بالنسبة لإنسان مفضولا بالنسبة لآخر وقد يكون العكس فالناس مختلفون في هذا الباب ولهذا فإن الأفضل يتنوع بتنوع الناس الأفضل يتنوع بتنوع الناس ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله عبارة لطيفة في هذا الباب في أحد كتبه فقال معرفة الأفضل في حق كل شخص لا يمكن ذكرها في كتاب بل لا بد من هداية من الله سبحانه وتعالى يهدي بها عبده إلى ما هو أفضل له وأصلح ومعنى هذا أنه لا يوجد ضابط معين في حق كل شخص وإنما الأفضل في حقه ما كان لا أصلح فليس هناك ضابط معين بأن يقال الأفضل من العبادات في حق الناس كلهم كذا وإنما الأفضل في حق كل إنسان بحسبه فقد يكون الأفضل في حق زيت مفضولا في حق عمر وقد يكون الأفضل في حق عمر مفضولا في حق زيد وهكذا بحسب اختلاف أحوال الناس وما يحصل في قلوبهم من المصالح عند القيام بهذه العبادات ولما قرر هذا الأصل ذكر الأدلة عليه وذكر أربعة أدلة تدل على القاعدة التي ذكرها في باب تفاضل الأعمال الدليل الأول الحديث الذي تقدم معنا في اللقاء السابق وهو حديث أخت عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال رحمه الله ولهذا لما نذرت أخت عقبة ابن عامر أن تحج حافية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن تعذيب أختك نفسها مرها فلتركب وروي أنه أمرها بالهدي وروي بالصوم وهذا الحديث تقدم معنا الكلام عليه ووجه الاستدلال به في هذا الموطن على القاعدة التي ذكرها وهي أن الأجر ليس على قدر المشقة وإنما هو بحسب المصلحة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن تعذيب أختك نفسها فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يريد منها المشقة لا يريد منها تحصيل المشقة لأن المشقة ليست مقصودة للشارع وإنما المقصود للشارع هو العمل وهذا الحكم ليس خاصا بأخت عقبة ابن عامر رضي الله عنهما وإنما يشملها ويشمل غيرها من الرجال والنساء لأن القاعدة الشرعية أن ما ثبت في حق أحد من الصحابة يثبت في حق غيره من الصحابة وسائر المسلمين إلا إذا جاء دليل يخصصه بهذا الحكم فإنه يكون حينئذ قضية عين خاصة بهذا الصحابي فهذا هو الدليل الأول الذي يبين أن الأجر ليس على قدر المشقة وإنما هو على قدر المصلحة المترتبة على ذلك الدليل الثاني ذكره في قوله وكذا حديث جويرية في تسبيحها بالحصى أو النوى وقد دخل عليها ضحى ثم دخل عليها عشية فوجدها على تلك الحال وقوله لها لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لرجحت وهذا الحديث رواه بن عباس رضي الله عنهما وهو ثابت في الصحيحين ووجه الاستدلال به على أن الأجر ليس على قدر المشقة وإنما على قدر المصلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لأخبر جويرية رضي الله عنها أنه قال أربع كلمات ثلاث مرات وهي سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضى نفسه ومداد كلماته وهذه الكلمات الأربع لا أفضل وأرجح من العمل الذي قامت به رضي الله عنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في الضحى في أول النهار ثم دخل عليها في العشي في آخر النهار ووجدها على تلك الحال وهذا عمل فيه مشقة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات الأربع الثلاث إذا قيلت ثلاث مرات هذه الكلمات الأربع إذا قيلت ثلاث مرات يكون أجرها أرجح وأعظم عند الله سبحانه وتعالى من هذا العمل الطويل الذي امتد من الضحى إلى العشي وهذا وهذا يبين لنا أن القاعدة التي يذكرها بعض الألف قهاء ليست على إطلاقها وأن الأجر لا يكون على وأن الأجر وأن المشقة ليست مقصودة للشارع وإنما المقصود هو العمل لكنه يقصد العمل الذي يترتب عليه مشقة فيكون الأجر على قدر مشقة هذا العمل فالمشقة هنا تابعة المشقة التي يكون الأجر على قدرها تابعة للعمل وليست مقصودة له دليل ثالث ذكر الدليل الثالث على هذه القاعدة وهي أن القاعدة العامة في الشريعة أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد فكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى عدل وصلاح وكل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ظلم وفساد ولهذا فإن كلمة التوحيد وهي كلمة لا إله إلا الله هي أعظم صلاحا وأكثر ثوابا من أعمال من كل الأعمال فهي أعظم ثوابا من الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع أن الصيام أكثر مشقة وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تأخذ من الإنسان لجهدا ولا وقتا ومع ذلك أجرها عند الله سبحانه وتعالى ومصلحتها الأعظم وكذلك كلمة الشرك لمفسدتها عظيمة مع أن عمل يسير فهذا يدل على أن ما كان أصلح وأنفع فإن ثوابه عند الله سبحانه وتعالى أعظم وقد قرر هذا الدليل في قوله وأصل ذلك يعني الدليل على ذلك أن يعلم العبد أن الله لم يأمر إلا بما فيه صلاحنا ولم ينهن إلا عما فيه فسادنا ولهذا يثني الله على العمل الصالح ويأمر بالصلاح والإصلاح وينهى عن الفساد كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة وقال سبحانه وتعالى والله يعلم المفسد من المصلح فالله عز وجل يحب الصلاح ويبغض الفساد وفي هذا وفي هذا يقول رحمه الله فالله سبحانه إنما حرم علينا الخبائث لما فيها من المضرة والفساد وأمرنا بالأعمال الصالحة لما فيها من المنفعة والصلاح لنا وقد لا تحصل هذه الأعمال إلا بمشقة كالجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم فيحتمل يعني المكلف تلك المشقة ويثاب عليها لما يعقبه من المنفعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما اعتمرت من التنعيم عام حجة الوداع أجرك على قدر نصابك فالمطلوب هو العمل وهذا العمل يترتب عليه مشقة والمشقة يترتب عليها الثواب فإن كانت المشقة عظيمة كان الثواب عظيما وإن كانت المشقة دون ذلك كان الثواب دون ذلك لكن المشقة ليست هي المقصودة للشارع وإنما المقصود للشارع هو العمل ففي هذا الحديث المقصود هو العمرة ليس المشقة التي تترتب على العمرة وتلزم منها وهذه العمرة لما قامت بها رضي الله عنها أو إذا قامت بها رضي الله عنها فإنه يترتب على ذلك نصب ومشقة فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن أجرها على قدر نصبها وقال وأما إذا كانت فائدة العمل منفعة لا تقاوم مشقته فهذا فساد والله لا يحب الفساد ومعنى هذا أن العمل إذا كان يترتب عليه منفعة ومصلحة ويترتب عليه مفسدة إما مساوية وإما راجحة فإنه حينئذ يكون القيام بهذا العمل مفسدة وإن كان يترتب عليه منفعة ومصلحة إلا أن هذه المنفعة والمصلحة مرجوحة بالنسبة للمفسدة التي تساويها أو تكون أرجحة منها والله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد فكذلك الرجل الذي ورد السؤال عنه المنفعة التي حصلت له أعظم المنفعة التي حصلت له مرجوحة بالنسبة للمفسدة التي حصلت له وبناء على هذا فإن العمل الذي كان يقوم به فساد لا يحبه الله سبحانه وتعالى ثم ذكر الدليل الرابع وهو النظر العقلي الصحيح فقال ومثال ذلك منافع الدنيا فإن من تحمل مشقة لربح كثير أو دفع عدو عظيم كان هذا محمودا وأما من تحمل كلفا عظيمة ومشاقة شديدة في النسخة ومشاقة على وزن مفاعل لا تصرف فلعله خطأ طباعي ومشاقة عظيمة لتحصيل يسير من المال أو دفع يسير من الضرر كان بمنزلة من أعطي من أعطى ألف درهم ليعتاض بمئة درهم يعني ليأخذ بدلا منه مئة درهم أو مشى مسيرة يوم ليتغدى غدوة يمكنه أن يتغدى خيرا منها في بلده وهذا الدليل فيه قياس على منافع الدنيا فإن الإنسان لا يتحمل المشقة الكثيرة من أجل أن يحصل لمنفعة يسيرة فكذلك العبادات لا يتحمل الإنسان مشقة عظيمة حتى تحصل له مصلحة مرجوحة وإذا فعل الإنسان ذلك في أمر الدنيا بأن تحمل مشقة عظيمة حتى يحصل مصلحة يسيرة أو دفع مبلغا كثيرا حتى يحصل له مبلغ يسير فإن هذا يعتبر نقصا في عقله فكذلك إذا جاء بعبادة يترتب عليها مفسدة راجحة أو مساوية من أجل أن يحصل مفسدة مرجوحة فإن هذا يعتبر نقصا في عقل الإنسان ولا تأتي الشريعة بمثله هذه أربعة أدلة ذكرها رحمه الله تبين لنا أن الفضل في العبادات ليس راجعا إلى المشقة التي تترتب عليها وإنما مبناه على المصلحة التي تترتب عليه ثم أكد ما سبق أن قرره في بداية الجواب فإنه في بداية الجواب قرر أن العبادات مبنية على التوسط والاعتدال والاقتصاد فقال فإن المشروع المأمور به الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الاقتصاد في العبادة ثم أكد هذا هنا في آخر الجواب فقال فالأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاها وهذا كما تقدم معنا في بداية اللقاءات في التعليق على هذا الجواب المبارك أن الشريعة كلها من أولها إلى آخرها مبنية على هذا الأصل وهو العدل والاقتصاد والتوسط وما من حكم من أحكام الدين سواء كانت في العقائد أو كانت في الحلال والحرام أم كانت في الآداب والأخلاق إلا وهو مبني على هذا الأصل وهو العدل والاقتصاد والتوسط ومن يتأمل دين الله سبحانه وتعالى وأحكامه يجد أن جميع مسائله مؤسسة على هذا الأصل ولا يشذ منها شيء لا تخرج مسألة من المسائل الشرعية المبنية على الكتاب والسنة عن هذه القاعدة العظيمة وهي قاعدة التوسط والاعتدال بل الكون كله مبني على هذا الأصل وهو العدل كما قال الله سبحانه وتعالى والسماء رفعها ووضع الميزان وقال سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ونحو ذلك من الآيات التي تدل على أن الكون كله مبني على الاعتدال والتوسط والله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر له الخلق والخلق كله مبني على العدل والتوسط والاقتصاد وله الأمر يعني له الشرع فالشرع كله مبني على العدل والتوسط والاقتصاد فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله ولهذا الكون إذا حصل فيه اختلال يسير وحصل فيه اضطراب فإنه يختل توازنه وكذلك الشرع إذا حصل فيه اختلال والطراب فإنه أيضا يختل توازنه والجميع من عند الله وما عند الله فإنه لا يضطرب ولا يختلف كما قال الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فلما كان من عند الله سبحانه وتعالى فإنه ليس فيه اختلاف كثير ولا قليل ثم ذكر تنظيرا لطيفا فقال رحمه الله كالفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة فمن كان كذلك فمصيره إليه إن شاء الله تعالى ومعنى هذا أن الإنسان إذا اعتدل في عقائده إذا اعتدل في عقيدته واعتدل في أعماله وفي أخلاقه وآدابه وتوسط في ذلك بمفهوم الوسطية الوارد في القرآن والسنة واقتصد فإن الله عز وجل يجازيه على هذا التوسط والاعتدال بأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى الذي هو أوسط الجنة وذلك لأن الجزاء من جنس العمل فلما توسط في العمل واعتدل جازاه الله سبحانه وتعالى بأوسط الجنة الذي هو الفردوس الأعلى كما جاء ذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفردوس فإنه أوسط الجنة وهذا جزاء وفاق من الله سبحانه وتعالى أن من توسط في العمل يجزيه الله سبحانه وتعالى بأوسط الجنة الذي هو الفردوس الأعلى ثم ختم هذا الجواب بتنبيه فقال هذا في كل عبادة لا تقصد لذاتها يعني ما تقدم تقريره في الجواب محله العبادة التي ليست تقصد لذاتها وإنما هي وسيلة لغيرها من العبادات مثل الجوع يعني في الصيام والسهر يعني في القيام والمشي يعني في الصلاة والحج وطلب العلم ونحو ذلك من العبادات التي تحتاج إلى مشي وسعي إليها فما تقدم إنما هو في العبادات التي ليست مقصودة لذاتها وإنما هي وسيلة إلى غيرها قال وأما ما يقصد لنفسه يعني وأما العبادات المقصودة لذاتها مثل معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه يعني مثل الأعمال القلبية كالأمثلة التي ذكرها فهذا يشرع فيه الكمال يعني يطلب فيه الإتيان به على أكمل الأحوال يطلب فيه أن يأتي به المكلف على أكمل الأحوال وأعلاها ثم نبه لأن هذه الأعمال المقصودة لذاتها وإن كان يطلب فيها الكمال إلا أنه قد يقع فيها التجاوز والتعدي وذلك بأن يدخل فيها ما ليس منها أو أن يخرج منها ما ليس هو منها فيدخل فيها السرف والتعدي إما بالزيادة عليها وإما بالنقص منها فقال لكن يقع فيها سرف وعدوان يعني هذه العبادات التي يشرع فيها الكمال وهي مقصودة لذاتها قد يقع من بعض الناس فيها سرف يعني تجاوز وعدوان ثم فسر السرف والعدوان بقوله بإدخال ما ليس منها فيها وذلك بأن يزاد عليها بأن يزاد عليها شيء لم تأتي به الشريعة ومثل لهذا فقال مثل أن يدخل ترك الأسباب المأمور بها في التوكل أو يدخل استحلال المحرمات وترك المشروعات في المحبة وإضاح هذا المثال هو أن بعض الناس قد يجعل من التوكل ترك الأسباب فيدخل في التوكل ترك الأسباب مع أن الشارع إذا أمر بعبادة فإنه يأمر بالأسباب المؤدية إليها فالله سبحانه وتعالى إذا أمر بالعبادة يأمر بالأسباب التي تؤدي إليها ومن ترك الأسباب المأمورة بها سواء كان أمر إيجاب أمر الاستحباب فإن هذا يكون نقصا في عقله ولهذا يقول لبعض أهل العلم الغلو في الأسباب شرك وترك الأسباب نقص في العقل ولهذا يصرح العلماء بأن ترك الأسباب نقص في العقل وذلك لأن الإنسان لا يستطيع أن يأتي بالعمل إلا إذا جاء بالسبب المؤد إليه والأمر بالعبادة يستلزم الأمر بالأسباب المؤدية إليها وبعض الناس وقع منهم غلط فظنوا أن ترك الأسباب يعتبر من تمام التوكل ولهذا لما حج بعض الصحابة وتركوا الزاد وظنوا أن هذا من تمام التوكل لأنكر عليهم الله سبحانه وتعالى وأمرهم بأن يتزودوا فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فأمرهم أن يتخذوا الأسباب المعينة لهم على أداء الحج فبعض الناس يترك الأسباب المأمورة بها وهذا سرف وعدوان في باب التوكل وبعض الناس يدخل استحلال المحرمات في باب المحبة أو يترك المشروعات في باب المحبة ومن أمثلة استحلال المحرمات في باب المحبة لعشق الصور المحرمة عشق الصور الجميلة المحرمة فإن هذا الظلال وبعض الظلال يزعم من المتصوفة وغيرهم يزعم أن الله سبحانه وتعالى يتجلى في هذه الصور الجميلة فهذا سرف وعدوان كما يقول رحمه الله وكذلك من إدخال استحلال الحرام في المحبة لا التمتع بالمحبوب بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى وذلك بأن يتمتع بالنظر إليه أو بلمسه أو بفعل الفاحشة أو نحو ذلك ومثال ترك المشروعات في المحبة لترك غض البصر عن المحبوب وكذلك عبادة الله سبحانه وتعالى بالحب مع ترك الواجبات فإن هذا من ترك ما شرعه الله سبحانه وتعالى في المحبة فإن الله سبحانه وتعالى تجب محبته ومن محبته الإتيان بما أوجبه من العبادات ولما انتهى رحمه الله من هذا الجواب قال فهذا هذا يعني هذا الجواب هو الجواب المحقق فالزمه وعمل به تفلح في الدنيا والآخرة وقوله فهذا هذا يعني هذا قوله فهذا هذا فيه تنبيه إلى أهمية ما ذكره رحمه الله من أصول وقواعد في هذا الجواب النفيس ولهذا فإنني أقول أيضا كما قال ابن تيمية رحمه الله هذا هذا فأدعو طلاب العلم وكل من أراد الخير لنفسه أن يكثر من قراءة هذا الجواب النافع فإنه اجتمل على أصول وقواعد ومسائل لنافعة جدا أسأل الله سبحانه وتعالى لأن يوفقني ويوفق الجميع لما يحب ويرضى وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الجواب المبارك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر